من جانبه أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن هذه الوفيقة التاريخية تؤكد وحدة الشعب لما حظيت به من إجماع وطني شمل كافة أطياف ومكونات المجتمع بمناسبة ذكرى التصويت على ميثاق العمل الوطني في 14 فبراير أرفع إلى المقام السامي لحضر الصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وإلى شعب البحرين الكريم أجمل التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة احتفال مملكة البحرين بالذكرى الواحدة والعشرين للتصويت على ميثاق العمل الوطني وبكل الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة الوطنية ومرور واحد وعشرين عاما على التصويت على ميثاق العمل الوطني نستذكر قصة نجاح مملكة البحرين كأنموذج وطني رائد في التحول الديمقراطي وإقامة دولة القانون والمؤسسات بإرادتها الوطنية الحرة وبمبادرة ملكية سامية من صاحب الجلالة الملك المفدى بتشكيل اللجنة الوطنية العليا لإعداد مشروع ميثاق العمل الوطني من شخصيات وطنية تمثل كافة فئات المجتمع ليشكل هذا الميثاق الوطني كما أكد جلالته وثيقة للعهد ويؤكد وحدة الوطن أرضا وشعبا ليتم إقراره في عرس ديمقراطي بتاريخ 14 فبراير 2001 الذي شكل انطلاقة حضارية وديمقراطية رائدة لمسيرة الإصلاح والتحديث والتنمية الشاملة شارك فيها الشحب كافة أطيافه وفئاته وبموافقة كبيرة بلغت 98.4% من المواطنين في استفتاء تاريخي مثل حدثا مفصليا في ترسيخ أركان دولة المؤسسات والقانون ومهد آفاقا رحبة لحصد إنجازات ديمقراطية وتنموية شاملة إن ذكر التصويت على ميثاق العمل الوطني يعد يوما من الأيام الوطنية المجيدة وسيبقى خالدا وشعلة تضاء بها كل دروب الخير والنماء والتقدم التي يشهدها الوطن يوما بيوم منذ أن تولى جلالة الملك المفدة مقاليد الحكم فقد عزز الميثاق الوطني كفالة الحريات الشخصية والعدالة وتكافؤ الفرص والمساواة بين الناس في الحقوق والواجبات والكرامة الإنسانية لا تميز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة ما تم تأكيده بميزة بالتشريعات الوطنية والمتوافقة مع حكام الدستور وانضمام مملكة البحرين لأكثر من ثلاثين اتفاقية حقوقية دولية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر